الاهلي عنده سموحة فقبل النهائي والزمالك عنده بيراميز اربع فرق طبعا من العيار الثقيل بيراميز النهاردة على البنك الاهلي وبرضو مباراة بيراميز والزمالك حتكون مباراة صعبة جدا رمضان بيحط هدف رائع 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 رمضان الحقيقة لعيب كبير وعمل مشوار كبير جدا 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 عامل وان تو تيكا تاكا كده من نص الملعب هات وخد وكمل بتفكرنا بعمد متعب ومحمد زدان في كاس الأمم الأفريقية بالزبط ولكن زاد محدش ياخد الكرة من رمضان في ان هو يقف وزيرو هندرد يعني ان هو انتلقاته بصوا بصوا وان تو بصوا حطاها ازاي حاجة الحقيقة رائعة يعني رائعة عبدالله بصوا فتح في البعيدة راح اخد عين المدافعين زاد رمضان دخل هدف الحقيقة رائع جدا لرمضان بطبعا تحت انضاء مصطفى فتحي قال له روح على بركة الله رمضان ادهاله وهو قال له ومصطفى قال له روح ما تقلقش وزبط معه الوف سايد على الشعرة هدف رائع جدا هارض لك للبنك الاهلي الف مبروك لبيرمدز اكيد مباراة بيرمدز مع الزمالك هتبقى مباراة صعبة جدا 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 لان بيرمدز خلاص عدى الوقت بقى ان نقول لبيرمدز بدار على بطولة مدارش على بطولة ايوه بيدار على بطولة وفي احتياج شديد جدا لبطولة الزمالك بيدافع عن لقبه الاهلي عايز ياخد كل البطولات وسموحه اكيد عنده طموحات جديدة بعودة كمان فرج عامر الامور تختلف كثيرا الامور تختلف كثيرا